تدعيات الحرب الدايرة في أوكرانيا السلام عليكم ما يختلفش اتنين على ان تدعيات الحرب الدايرة في أوكرانيا كانت وحتكون تقيلة وصعبة على اقتصاديات كل دول العالم وان كانت بدرجات متفاوتة بحسب قوة ومغونة اقتصاد كل دولة على حدة ومما لا شك فيه ان تدعياتها حتكون كبيرة على الخارطة الجيوسياسية وبالفعل بدأت الملامح العامة لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تظهر للعيان وأكيد حدة أزمة الطاقة هي واحدة من مظاهر التدعيات اللي بدأت تأثر على استقرار الدول والمجتمعات الغربية على وجه الخصوص الاحتجاجات المكتومة بدأت تظهر على السطح في كل المدن الأوروبية بسبب اغتفاع أسعار الوقود والتضخم الحالي وانعكس الغضم المكتوم على المشهد السياسي في المجتمعات والدول دي علشان يفرز تصاعد المد المتطاقف بالإضافة لظهور القوى المتطرفة من اليمين واليسار وهي تطورات عاشتها المجر والتشيك والسويد وإيطاليا وفرنسا كمان التطورات كمان مرشحة أن هي تتوسع وتشمل دول أوروبية جديدة وبالتالي أصبح من الواضح أن المواطن في الدول دي بدأ يطرح أكتر من سؤال بخصوص مدى تورط سلطات بلاده في الحرب الروسية الأوكرانية سواء من خلال دعم الجانب الأوكراني بالسلاح أو بسبب العقوبات اللي بتفرضها دولته على دولة زي روسيا واللي بدأت نتائجها تظهر أن هي بتضر الدول الأوروبية أكتر ما بتضر روسيا زي نفسها اللي هي المستهدفة بالعقوبات التطورات الميدانية بتقول أن الأزمة الروسية الأوكرانية غالباً مش هتنتهي في القريب المنظور وممكن ما تنتهيش بنصر صريح أو هزيمة واضحة لطرف من طرفين نزاع وحتى بعد انتهاء الحرب فإن الحراك في الدول والمجتمعات الأوروبية حيفضل مستمر وحيشكل معايا على المستويات الوطنية متغيرات سياسية كبيرة وكلنا شفنا صعود اليسار المتطرف في السويد وفي إيطاليا وشفنا كمان الأزمات السياسية والاقتصادية في بريطانيا وفرنسا اللي بنسبة كبيرة حتعمل تغيير ضخم في حكومات الدولتين الكبار وعلى المستوى الدولي قد يظهر نظام علامي جديد رافض لهيمنة القطب الأمريكي الأوحد وربما تكون قمة ساماركند الأخيرة هي خير مثال على بداية تشكل تحالف جديد بيتمثل في محور أسيوي لمواجهة الحلفاء الغربين ومعلوم أن نهاية الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا هتحدد بشكل كبير طبيعة الخريطة الاستراتيجية الدولية القادمة الغرب وتحديدا أمريكا بيعولوا على هزيمة حاسمة لروسيا تكون السبب في خروج موسكو من لعبة التوازنات الدولية وتضع في الصين تحديدا اللي بتشير كل المؤشرات إلا أنها هتكون هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم في خلال التلاتين سنة الجايين ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الأنجلوسكسونية بحسب المصطلح الروسي مش مدركة أنها بتساهم في تغزية السياسة العنصرية والمتطرفة اللي هتكون هي الأساس اللي هتتبني عليه التحالفات المقبلة للعالم متعدد الأقطاب ولو لاحظنا ردت فعل رئيس الفرنسي إمارويل ماكرون المستنكرة لسلوكيات دول غربية عرضت على بعض الدول الغربية الشقيقة الأخرى تعويض الغاز والبترول الروسي بأربع أضعاف السعر الأصلي حنشوف بوضوح غياب التضامن ما بين الدول الغربية وبعضها وبأن في شرخ دب بينهم الشرخ ده ممكن يدفع فرنسا وغيرها من الدول المتضررة من تداعيات الحرب في أوكرانيا لاعتماد الوقعية السياسية والإنسلاخ عن المثاليات والقيم الأفلاطونية بعدما تقتنع بأن السلم والأمن واستقرار الدول والمجتمعات مقدم في كل الحالات على المثل والقيم الليبرالية وعلى الأفكار الثورية ويبدو أن التوجه السائد قد يكون بالقبول بالسيء بدأ الانتظار الكارثة الكبرى إحنا بدأنا بالفعل نشوف أن الأخلاق والمثل العليا بدأت تسيب مكانها للمصالح والوقعية السياسية والمثل الوطنية والقومية وبيتجه رائل أن القطب الأوروبي حيتأسس على قاعدة الاقتناع بأن أوروبا متضررة بصورة مباشرة من الأزمة الروسية الأوكرانية على عكس الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول اللي بتتمتع باكتفاء ذاتي من المحروقات وبتتربح من تجارتها فيه كمان على حساب أوروبا وممكن ييجي الاقتناع ده كنتيجة لضغطات مجتمعية متنامية هتفرض على الحكام الرفض التدريج لفكرة الحال وتفرض المثل الليبرالية على الآخرين بغد النظر عن الفاتورة اللي حيدفعها المواطن الأوروبي بديهي أن المصالح حقيقة الأصلة في اللعبة السياسية وأن السلم والأمن هم الأساس في الدبلوماسية وفي العلاقات الدولية بناء عليه فالثابت أن الأمم والشعوب ما بقيتش في وضع يسمح لها بالقبول بهيمانة أي قطب يصنع حرب وما يتحملش تبعتها ونقدر نقول أن الوعي الجديد بغرم قسوته اللي أنه قادر على صناعة عالم متوازن كاره لإدار الموارد في حروب وصراعات بدون فائدة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي